في هذه الحلقة سوف نوضح لحضراتكم ثلاثة من المؤسرات أو المسيرات الخارجية التي يتأثر بها الجنين في داخل الرحم أولا الأصوات لقد أثبتت الدراسات العلمية أن جميع الأجنة تتأثر بالأصوات الخارجية بشكل كبير وأكثر ما يؤثر فيها هو صوت الأم ومن بعض التجارب الواضحة على الأجنة استجابتها لحديث الأم الهادئ والإصراء لها والنوم عند سماع القصص أو صوت محبب لديها اعتادت على سماعه وقد يصدر الجنين حركة قوية عند سماعه صوتا عاليا ومفاجئا مثل صوت الخلاط أو المكنسة الكهربائية وغيرها ثانيا الأضواء لقد أثبتت جمعية ألمانية متخصصة في دراسة علم الأجنة مدى تأثر الجنين بالأضواء القوية ذلك من خلال تعريضه لضوء عالي ومركز على العيون وقد لوحظة أن الجنين يختبئ ويظهر علامات الضيق منه هذا ما دفع الجمعية الأمريكية لإجراء بعض الدراسات على مدى تأثير الضوء على شبكية العين وقد أثبتوا أن الضوء غير الطبيعي يؤثر بشكل سلبي فتم منع إجراء أي تجارب من هذا النوع لحساسية هذا العضو ثالثا الشعور بالألم لقد أجريت بعض التجارب على الأجنة أثبتت أنها عندما تتعرض لوخز خفيف من الإبر تحاول الهرب والابتعاد عن المكان مع محاولة الدفاع عن النفس ذلك من خلال الركل والدفع بالجهة التي جاء منها الألم هذا دليل على اكتمال الخلايا الحسية والدماغ عند الأجنة فسبحان الله الخالق